اشتركوا في القناة اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين صدق الله العظيم كما من عليهم بالماء والمرعى والامن والرخاء فعاش قوم ثمود لعقود طويلة في امن وامان لا يروعهم جوع ولا يؤرقهم فقر ولا يهلقهم مرض فانشأوا مدينة كبيرة يقال لها الحجر وكانت الحجر مدينة عظيمة ذات بنيان مهيب وكأن قوم ثمود ارادوا ان يحاقوا ما سمعوه من ابائهم واجدادهم عن قوم عاد من عظيم بنيان ولما قست قلوبهم وباتت كالحجارة التي ينحتون بها بيوتهم وبعد ان اشرقوا بالله الخالق الواحد الاحد ارسل اليهم ربهم رسولا منهم ذو حسب ونسب وصهر ورحم قريب ليس بغريب يعرفهم ويعرفونه انه نبي الله صالح ثاني انبياء العرب استعدى مصرى فها هو صيدنا اليوم اطلق سهمك يا قدار فهذا هو وقت القنص مرخى بالصيد السمين هكذا اعتاد سهمي ان لا يخطئ هدفه ابدا بوركت يا قدار انه وعل ضخم سيكون حفل شواء عظيم هذه الليلة فلتحمله معي على ظهر الفرس حتى نعود الى الحجر قبل غياب الشمس فلقد بعدنا كثيرا في صيدنا هذه المرة لا داير فالصيد هذه المرة كان يستحق العناء انظر يا صديقي كيف اصبح البيت جميلا صدقت لقد اصبح مبهجا لمن ينظر اليه هذا امر يدخل على القلب السرور هذا ما صنعته ايدينا كم بنينا بيوتا في الحجر وكلها كانت على هذا النحو من الجمال هل تعتقد باننا قد بلغنا من عظيم الشأن كما بلغ السابقون من قوم عاد لقد سمعت عما فعله الاولون لقد شيدوا قصورا لا مثيل لها في البلاد ولكننا نسير على الدرب يا صديقي عسى ان ترضى عنا الالهة ولا يحل بنا العذاب كما حل عليهم اذا فيجب علينا ان نشيد المعابد لهم عسى ان تحل البركة والرحمات رأي صائب فلنفعل ذلك ولكن بعد ان نستأذن سيد الحجر حين عودتنا اتقصد الحارث بن صخر؟ نعم فهو كبير قوم ثمود فان وافق بنينا صرحا عظيما للالهة نتعبد فيه ليل نهار نعم الرأي برع قوم ثامود في نحت بيوتهم في الصخور كما فعل اسلافهم من قوم عاد حتى صار هذا التقص امرا شائعا بينهم من باب التباهي والتفاخر شاعت بينهم عبادة الاصنام كما شاعت في الاقوام الاخرى فلم يعد احد منهم يرضى بان يعبد الها لا يراه فطمس الدعوة نوح بعد الطوفان ولم يبق منها الا الذكرى فابتعد الناس عن التوحيد وعن عبادة الله الواحد وراحوا يقدسون اصنامهم كيف احوال التجارة يا حارث؟ كل شيء يسير على افضل حال تجارتنا توسعت كثيرا في الايام الاخيرة نشكر الالهة على كرامها وعطائها ومتى ستعود القافلة من بلاد كنعان؟ خلال ايام قليلة ولكن لما تسألين يا مانيا؟ اعرف ان القافلة الاتية من ارض كنعان بها الكثير من الحرير والزينة وتعرف كم احب الحرير والزينة فاردت ان اتخير لنفسي ما طاب منها نعم اعرف يا زوجتي العزيزة فهذا طبع لا يفارقك ابدا هل هذا كل ما تريدين؟ ام ان هناك شيئا اخر؟ العبيد يا حارث انت سيد ثمود ولا يليق بك هذا العدد الزهيد من العبيد العبيد؟ فما حاجتنا الى العبيد يا زوجتي؟ أليس لدينا من يقوم بقضاء حوائجنا؟ ولما لا نستزيد؟ العبيد طوق في رقاب سيدهم يا امرأة طوق لا في كاكم طعام وشراب ولباس وسكن انا لست صاحب ضياع وبساتين لكي احوز على الكثير منهم بل انا تاجر وتجارتي لا تحتاجل مثل هؤلاء الحمقى ولكنك سيد ثمود وكبيرها وهيبتك ضرورة بين الناس اوه دع عنك هذا الحديث فيكفي ما لدينا من عبيد واماء اما الحرير والزينة فلك ما طلبتي واكثر لك ما شئت يا زوجي الحبيب باركك الله يا ناجية فأنت تعملين بجهد منذ مطلع الشمس فهلر تحت قليلا راحتي من راحتك يا احتب لا تحمل همّا فسعادتي تكتمل حينما أخفف عليك الحمل قليلا حفظك الرب يا زوجتي الحبيبة فأنت بحق هدية من الخالق تستحق الشكر بالليل وبالنهار كذلك أنت يا احتب فقد كنت لنا دائما نعم الزوج والراعي فليباركك الرب في السماء ويحفظك من كل سوء الماء غزير هذه الأيام والينابيع ممتلئة كما أن المرعى في أفضل حال دعك من الماء والمرعى وأخبرني هل سمعت بنبأ صالح؟ عن أي نبأ تتحدث؟ النبوة يا فلاح يقول صالح إنه نبي مبعوث من الله الإله الواحد وأنه أتى لكي يعلم الناس دين الحق ويرشدهم إلى الصراط المستقيم هذا كلام عجيب أنا لم أسمع بمثله من قبل وماذا تقول فيه يا فلاح؟ إننا لم نعهد على صالح الكذب بل ونشهد له بمكارم الأخلاق إلا أن قوله هذا لهو القول العظيم والتيقن منه أمر ليس بالهيين يا جعفر يا فلاح هل أم معي؟ هل أم؟ ماذا بك يا قيس؟ إن ثمود تقتتل وأسأل الآلهة أن لا يعظم الأمر فيحيق الهلاك ماذا بك؟ هل جننت؟ عن أي شيء تتحدث؟ عن الفتنة يا فلاح الفتنة التي ستلتهم ثمودا عن بكرة أبيها هل أم معي؟ والأغنام؟ اترك الأغنام لمرعاها ولتحفظها الآلهة من الذئاب هل أم معي؟ هيا أسرعه دع عنك هذا القول يا أشعث فنحن لا نريد الفتنة في ثمود فتنة يحترق فيها الأخضر واليابس الفتنة هي تلك التي صنعها رجلكم بدعوته ترك آلهتنا واتباع إلهه صالح لم يدعو لفتنة هذا قوله وفي الحجر من حق الجميع أن يتحدث يا أشعث أوليس بالحجر من يؤمن بعبادة الكواكب؟ أوليس منها من يعبد النار؟ مثل عبادة أهل فارس؟ أوليس بها من لا يسجد لآلهتكم؟ فلماذا تركت كل هؤلاء وخاصمت صالحا ودعوته؟ إلا لو كان بينك وبينه عداوة ليس بيني وبين أحد عداوة يا جعدان إنما هي الغيرة على آلهتنا آلهتك لم تشتكي لك ولم ترسل لك رسالة بأن تدافع عنها كما أنك تعلم يا أشعث بأن صالحا من أشراف ثمود والاقتراب منه؟ يعني فتنة وحربا لا هوادة فيها إذن مرحبا بالحرب في سبيل الدفاع عن آلهتنا أغمد سيفك يا أشعث فمنذ متى يحارب أهل الثامودة بعضهم بعضا؟ ولكن الأمر جلل يا حارث إن كان الأمر جللا كما تدعي فلنجلس ونتناقش لنجد حلا له أما السيوف فلا نشهرها إلا على أعداء ثمود نعم الرأي يا سيد ثمود هذا هو القول الصائب وليكن الأمر لك يا حارث فأنت كبيرنا ولا سبيل لمخالفة أمرك إذن فليتفرق الناس كل إلى حال سبيله هيا اذهبوا لما كان الصراع بين الحق والباطل سنة الله الماضية في هذا الكون فقد شاء الله تعالى أن يفترق الخلق في شأن الرسل إلى فريقين فريق مصدق لدعوتهم متبع لدينهم وفريق مكذب مخالف لهم يتربص بهم الدوائر ولقد بيّن الله لنا ذلك في قصة نبي الله صالح مع قومه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كان نبي الله صالح عليه السلام قد أمر من الله عز وجل بتبليغ الرسالة إلى قوم ثمود عسى أن يهتدوا للحق ويتجنبوا طريق الشيطان فتعجب أهل الحجر من دعوته وراحوا يتساءلون فيما بينهم كيف يجمع صالح الآلهة كلها في إله واحد وما هذه البدعة التي أتى بها دون غيره من أهل ثمود وكيف نصدق أنه نبي مرسل من الرب كانت هذه أسئلتهم فيما بينهم فاستقبر أكثرهم وكانوا من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا صدق الله العظيم لقد كاد الثمود أن تهلك صدقت يا جعفر فلو حدث اقتتال بين القبيلتين لما نجى منهما أحد لولا قدوم الحارث لصارت العواقب وخيمة على أهل الحجر ولكن لما كل هذا؟ ما الذي فعله صالح حتى يغضب القوم كل هذا الغضب؟ لقد عاد صالح لدعوة الناس لعبادة الرب الواحد وترك عبادة غيره من آلهة أفعل ذلك حقا؟ غريب هذا الأمر ولكن لما يدعو صالح بمثل هذه الدعوة العجيبة؟ يقول بأنه رسول من الله أرسله إلى الناس ليتبعوا الحق وما رأيك في هذا القول يا قيس؟ لا أعرف يا جعفر لا أعرف فكلنا نعرف صالحا جيدا ولم نعهد عليه إلا الصدق ولكن هذا دين آبائنا وأجدادنا ولا سبيل لتغييره من قال بألا هناك سبيل لتغييره يا قيس؟ كل شيء يتغير يا صديقي ماذا تقول؟ هل أنت راضٍ عما قاله صالح؟ أنا لم أرض ولم أسخط بعد هذا لأنني لم أسمع لصالح إلى الآن فلأسمع له أولاً ثم بعد ذلك يكون حكمي أراه رأياً صائباً وأقرب إلى العقل أنت أيضاً؟ بل وأنت أيضاً يا فلاح هيا دعونا نذهب معاً إلى صالح ونسمع منه ثم نحكم بعد ذلك هيا بنا ما بكم يا قوم ثمود؟ كيف تسمحون بساب وهجاء آلهتكم وأنتم تنظرون؟ كيف تصمتون على فعلة صالح؟ هل هانت عليكم آلهتكم إلى هذا الحد؟ وماذا تريدون أن نفعل يا ابن بلغوم؟ تثورون وتغضبون يا رجل إنها آلهتنا وآلهة آبائنا وأجدادنا فإن لم نغضب لها فلمن نغضب إذن؟ ولكنك قد رأيت ما حدث فلقد أنهى الحارس النزال وعادت كل قبيلة إلى سبيلها دع عنك الحارس بن صخر وشأنه فقدره ليس كقدر آلهتنا وإن كانت الغيرة قد قتلت لدى الحارس فالغيرة لدينا نحن رجال ثمود لا تموت أبدا وماذا ترانا فاعلين يا ابن بلغوم؟ هذا هو السؤال الذي أنتظره من الآن لا مكان لصالح بيننا حتى يأتي بالبينة على قوله بينة لا شك فيها تكون آية لقوم ثمود؟ آية؟ مثل ماذا؟ لا أعرف يا رجل ولكن ألم يدعي صالح بأنه رسول مبلغ من الخالق؟ وأنه نبي بعثه الله لهداية قوم ثمود؟ إذن فليرينا من آيات ربه ثم نرى بعد ذلك أنؤمن به أم لا أما إن كان كاذبا فوجب علينا حينها نفيه من مدينتنا فيخرج منها ولا يعود إليها أبدا هذا هو الرأي الصواب فليكن ما قلت يا داهية ثمود ها ها-ها-ها-ها-ها-ها-ها-ها-ها-ها-ها-ها-ه-ا-ه إلى متى هذا العناد يا صدوق؟ إلى متى سترفضين كل من يتقدم لخطبتك من رجال ثمود؟ يا بنيتي ما الذي تبحثين عنه؟ أبحث عن الفارس المغوار الذي لا يهاب شيئا في حبي يا أم صدوق عن رجل تتحدث عن شجاعته القبائل وفي سبيل حبي يرمي بنفسه وسط المهالك ومن هذا الفارس؟ ومن هذا الفارس يا بنت أبيك؟ وكيف سيأتي؟ وليكن حلما كما تقولين ولكن هذا ما أبحث عنه بين الرجال فمن يريد أن ينال رضاء صدوق بنت محية جميلة ثمود فعليه أن يقبض على النار بكلتا يديه دون أن يتوجع أنت يا صدوق مثل أبيك أبوك لا يتوقف أبدا عن مطردة الغزلان في البرية وكأنه خلق من أجل الله كلاكما على نفس الشاكلة تأخذون الحياة على مأخذ اللهو واللعب عمت مساء يا أحطب مرحى بخيرة شباب ثمود تفضلوا جئناك لنسألك في أمر هام يا أحطب عن أي أمر تسألون يا جعفر؟ عن أمر صالح ودعوته أعلمت بنبأ العراق الذي ضار بين القبائل في أسواق ثمود؟ نعم علمت ولكن ما دخلي أنا بهذا الأمر؟ نعلم بأنك صديق صالح ومن المقربين له فهل لا أنبأتنا عن أمره؟ هل أنت مؤمن بنبوة صالح يا أبا عدنان؟ ولما اهتمامكم بهذا الشأن الشائك يا شباب ثمود؟ لأننا نبحث عن الحق يا أحطب وأنت من سيدلنا إلى السبيل الحق فإذا كنت قد آمنت برسالة صالح فخذنا إليه لكي نسمع منه عسى أن نجد في قوله الهداية والله لولا أني أعرفكم جيدا وأعرف أنكم من أفضل شباب ثمود لما أكملت معكم هذا الحديث فإن نبي الله لم يأمرني بالجهر بالإيمان نبي الله؟ إذن أنت مؤمن بنبوة صالح يا أحطب وكيف لا أؤمن؟ وقد رأيت طريق الحق بأم عيني والله إن صالحا لهو نبي مرسل من الله عز وجل يدعو الناس لعبادة الواحد الأحد خالق كل شيء بديع السماوات والأرض جل شأنه إذن خذنا إليه لكي نسمع منه يا أحطب ليس قبل أن يأذن ليه فدعوني أستأذنه لكم وفي الغد سأتيكم بالخبر اليقين إن شاء الله يا قوم ها قد علمتم ما كانت ثامود مقبلة عليه من هلاك لولا أن حفظتنا الآلهة وإني جمعتكم اليوم لأخذ العاهد عليكم بأن لا يقدم أحد منكم على مثل هذا الفعل الأهوج مرة أخرى وكيف لنا هذا يا حارث وأنت ترى ما يفعله صالح؟ إنه يعبث بديننا وتتفتت وتنكسر شوكتها وتصبح لقمة سائغة للأقوام المجاورة فكيف المخرج إذن يا كبير ثامود؟ وقد علمت عن صالح ما علمت تحلوا بالصبر ولنرى إلى أين ستبلغ دعوة صالح فلئن رفضه أهل ثامود كفينا شره وشر القتال ولئن لاقت دعوته صدا بين الناس حينها يكون لنا معه شأن آخر وليكن ما قلت يا حارث فقولك الصواب ولا صواب غيره نعم الرأي يا أبا صخر نعم الرأي يا سيد ثامود عمت مساء يا قدار عمت مساء أكنت في بيت الندوة؟ تعلمين أني كنت هناك وماذا حدث؟ مجرد ثرثرة بلا معنى أراك غير راد عما دار هناك بل أنا صاخط أشد ما يكون الصخط لقد هارم الحارث بن صخر ولم يعد أهلا للسيادة بعد الآن لقد كنت تبحث عن الدماء يا قدار هذا هو شأنك دائما نعم الدماء بالدماء وحدها تنصلح أحوال البلاد عالية ولا شيء غير الدماء إياك أن تخرج على قول السادة يا قدار فما أمر به الحارث سيف على رقبتك وإلا فأنت تعرف ما هي العاقبة ليس بعد الآن فبسيف هذا ستنتهي فتنة صالح إلى الأبد قدار أرى في عينيك الشر فبأي سوء وسوس إليك شيطانك سأقتل صالحا هكذا وسوس شيطاني وإني بحق الآلهة لمن المجيبين بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بدأ نبأ نبي الله صالح عليه السلام ينتشر في ثمود فراح الناس يتحدثون في الأسواق وفي المعابد عن هذه الدعوة الجديدة التي أتى بها نبي جديد وكان أكثر الناس يستهزئون بما جاء به ولا يلقون له بالا فراح نبي الله صالح عليه السلام يخرج لدعوتهم في كل يوم دون خوف من بطشهم ودون يأس من رفضهم لدعوته أملا أن يهدي الله على يديه بعضا من المؤمنين وأن لا يكون مصير قوم ثمود كمصير قومعات إلا أن البعض من المشركين لم يكن ليتركه يدعو إلى سبيل الحق بأمان دون ترويع فراحوا يكيدون له مرحبا يا قدار تفضل هل هناك أحد بالبيت؟ لا أحد فزوجتي قد خرجت منذ قليل ولكن لما؟ جئتك في أمر عظيم يا مصرع فأنصت إلي تحدث فأنا أسمعك لقد سمعت ما قاله الحارث بالأمس في بيت الندوة نعم سمعت وما رأيك يا مصرع؟ هل أنت راض عن هذا الأمر؟ هل أنت راض عن قول الحارث بن صخر؟ وما الذي سيتغير إن رضيت أم لم أرضه؟ الكثير الكثير يا مصرع الكثير تحدث دون مقدمات فأنا أعرف أن هناك أمرا قد عزمت عليه وأنك قد أتيت لي في هذه الساعة المبكرة لتشركني في الأمر ومن لي أشركه في أمر غيرك يا صديقي؟ فأنت تعلم بأنك أقرب الناس لي؟ وأنت تعلم بأنك إن خط البحر خطه معك فقل ما الذي قد عزمت عليه؟ قتل صالح ماذا؟ ما الذي تقوله يا قدار؟ هذا هو السبيل الوحيد يا مصرع لحفظ سيادتنا على ثمود فلإن انتشر الدعوة صالح بين الناس لعلى قدره هو وقبيلته وذهبت السيادة لهم وضاع حلمنا في السيادة إلى الأبد ولكن قتل صالح ليس بالأمر الهيين وليس بالمستحيل أيضا يا رجل ما علينا إلا أن نتفق أولا ثم بعد ذلك يتيسر كل شيء بعون الآلهة ولكن لا تتردد يا مصرع لا تتردد ودعك مما قاله الحارث بالأمس سأتركك للغد فكر جيدا حتى نلتقي أتركك في حفظ الآلهة راح صالح عليه السلام يقص لضيوفه عن دعوته عن الله الواحد الأحد رب السماوات والأرض عن الغيب ويوم الحساب يبلغهم بنبأ السابقين ويحذرهم من الشرك بالله ويخبرهم عن صفات الله العلا ويبشرهم بما أعده الله للمؤمنين من عظيم الجزاء وراحوا يستمعون له بقلوبهم قبل آذانهم فأراد الله أن يشرح قلوبهم للإيمان فآمنوا جميعا ثم بايعوه على نصرته ونصرة دين الله بأموالهم وأنفسهم وكانوا من الصادقين الحمد لله الذي جمعنا على الإيمان به ووفقنا لهذا الخير العظيم إنه هو المتفضل على الناس أجمعين له الحمد والمنة على هذا الفضل العظيم كم كنا في جهالة وظلام من قبل سبحان من يهدي العبادة إلى سبيل الحق وهو العليم بذات الصدور ولكن ما الذي يجب علينا فعله الآن؟ لم يبلغني نبي الله شيئا بعد ولكن يجب علينا أن لا نجاهر بالدعوة حتى يأتيه الإذن من ربه وهل تعتقد بأن الإذن قريب يا أحطب؟ العلم عند الخالق فلا تتعجل فالخير قادم إن شاء الله وهل سنلتقي بنبي الله في القريب؟ بالطبع فلكي يرسق الإيمان في قلوبكم يجب عليكم أن تكثروا من الاستماع إلى نبي الله فهو المبلغ لأوامر الله ونواهيه فسبحان من جعل النبوة في الأرض هداية للناس وتبليغا للحق حتى لا يكون للناس حجة على الله يوم الحساب إذن متى اللقاء به يا أحطب؟ الليلة سنذهب إلى بيت نبي الله نستقي من علمه عسى أن تتنزل علينا الرحمات من رب العالمين يا قوم يا قوم ها قد حان الوقت للحديث مع صالح لنرى إن كان صادقا حقا أم من الكاذبين وما الذي تراه يا ابن بلغوم؟ لقد فكرت كثيرا في الأمر ثم اهتدى عقلي لأمر لم يأتي على بال أحد من السابقين وما هو هذا الأمر يا ابن بلغوم؟ تحدثنا بالأمس عن الآية التي نريدها من صالح ليبرهن لنا بها على صدق نبوته أليس كذلك؟ نعم تحدثنا ولكن ما هذه الآية التي نسأله عنها؟ انظروا يا بني ثمود إلى تلك الصخرة الكبيرة التي تقع بمدخل الأسواق ما بها يا رجل؟ نهى على شكل ناقة أو رأس ناقة هل لاحظتم ذلك؟ نعم على شكل ناقة ولكن ما الآية في ذلك يا ابن بلغوم؟ إن استطاع صالح أن يخرج من قلب هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء تسعى بين الناس نراها بأعيننا ونشرب من حليبها حينها يمكن أن نصدق نبوته ونؤمن به هذا تفكير شيطاني يا ابن بلغوم كيف هداك عقلك إلى تلك الحيلة؟ ولم يدعي صالح بأنه نبي للخالق الواحد الأحد إذن فليورنا عجائب قدرته اجتمع قوم ثمود ليبلغوا نبي الله صالحا عليه السلام بما أرادوا ينظرون له بتحدي غير مصدقين لنبوته ويتهامسون بينهم بالقول ومشككين في دعوته فراح النبي يدعو ربه بأن يخرج الله ناقته من الصخرة لتكون آية للناس ليهتدوا بها فلا يكذبه أحد بعد ذلك فاستجاب الله الدعاء لنبيه فإن الله لا يخزي عباده المخلصين رحمة يا الله رحمة يا الله فخرجت ناقة عظيمة من قلب الصخرة الصماء ناقة عشراء كما أرادوا تخطف الأبصار من جمالها فراح الناس ينظرون لها غير مصدقين لا تطرف أعينهم ولا يتكلمون فمنهم من آمن بالله ومنهم من أصر على كفره وعناده فكان من المغضوب عليهم في الدنيا وفي الآخرة وكذلك يجزي الله الظالمين لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد سبحان الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سبحان الله العظيم سبحان الله يا بديع السماوات والأرض سبحان الله اللهم فاشهد بأننا بك مؤمنون الحمد لله الذي أيد رسوله وجعل كلمة الحق هي العليا الحمد لله فعلها الصالح فعل ما لم يخطر على بالك يا ابن بلغوم من الآن سيكون الصالح هو نبي ثمود وصاحب رسالة الرب هذا ما أردته يا ابن بلغوم ابتعد عني يا رجل ابتعد لقد سحر صالح أعيننا فجعلنا نرى الصخر يتحرك لا تكذب عيناك يا قدار فلقد صدقت نبوة صالح وهذا أمر لا جدال فيه ما هذا؟ هل حقا ما رأته أعيننا؟ بحق الآلهة هذا أمر عجيب لم نسمع بآية كتلك في قصص السابقين يبدو أن صالحا صادقا وأنه رسول من رب العالمين هل آمنت به يا رجل؟ لا لا ليس بعد وإنما أرى بأن الأمر يستحق عناء التفكير فناقة صالح ها هي أمامنا تسير في الأرض وترعى لا أنا لا أرى ذلك فما الناقة إلا خدعة أراد صالح أن يخدعنا بها فربما يكون قد صحر أعيننا ونحن لنشعر ولكن صالحا ليس بساحر وأنت تعلم ذلك جيدا فدعك من هذا الحديث لا تدافع عنه يا رجل فإنه قد أتى بسحر عظيم يريد به أن نترك آلهتنا ونتبع هواه وإني لأظنه من الكاذبين حسنا سنعرف في الأيام القادمة إن كان صادقا حقا أم كاذبا بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله راح قوم ثامود ينظرون إلى الناقة غير مصدقين يمشون وراءها متتبعين يسبح البعض من هول هذه الآية وأما المشركون فغير مسبحين ولما انفض الناس راحوا يتساءلون بينهم هل ما رأيناه حقا؟ وهل صالح هو نبي مرسل من رب العالمين؟ فآمن القليل منهم وأما الكثير منهم فكانوا من الظالمين ما رأيك فيما رأيت يا قدار؟ ما زالت عيناي لا تصدق ما رأيت كيف فعل صالح ذلك؟ أي سحر هذا الذي سحر به أعيننا؟ لم يكن سحرا يا صديقي بل الناقة كانت لحما ودما تسير أمامنا في الأسواق بل وإنها عشراء كما طلبنا فعن أي سحر تتحدث يا قدار؟ إذن فستقوى شوكة صالح وتنتشر دعوته بين الناس وهذا ما لا نريده يجب علينا أن نوقف دعوته بأي حال وإلا زاد الخطر علينا فلنفعل أي شيء ولكن دون قتله أترى هذا يا مصرع؟ لا شيء غير هذا فهو الآن صادق بين الناس بل إن هناك من آمن به وبدعوته لذا فيجب علينا أن نكون أكثر حذرا يا صديقي حتى لا ينقلب الناس علينا نعم يا مصرع أرى هذا أيضا فرأيك صواب وإن كان صوابك مؤقتا حتى يجد جديد وما الذي سيجد في ظنك؟ هذا ما سنفكر فيه نحن وسادة ثمود في بيت الندوة فأمر صالح جد خطير ومصائرنا باتت متعلقة بيده الحمد لله على فتحه العظيم لقد نصر الله رسوله وأظهر الحق على يديه هل تظن يا جعفر بأن قوم ثمود سيؤمنون بنبوة نبي الله صالح؟ أم؟ أم سيستكبرون؟ والله إن استكبروا بعد هذه الآية لأصبحوا من أرادل الأمم فكيف يشق الله لهم الصخر ويخرج منها ناقة من لحم ودم ثم بعد ذلك يكذبون أولم يكذب أقوام قبلهم الأنبياء والمرسلين؟ آه صدقت أفلاح صدقت فإنها النفس وهواها ووسوسة الشياطين فنحن لا نعرف ما الذي سيحدث في الغد الأمر شائك ونسأل الله السلامة في كل حال أسمعتم ما أمر به نبي الله صالح عليه السلام؟ لقد أمرهم بأن يشربوا يوما وأن تشرب الناقة يوما وفي اليوم الذي تشرب فيه الناقة يشرب الناس من حليبها لا أرى قوم ثمود طائعين لأمر نبي الله لماذا تعتقد هذا يا قيس؟ هكذا اعتاد القوم ألا ينصاع لأمر ولا يتقيد بعادات فأنا أكاد أرى ما سيحدث وما الذي ترى؟ أكاد أرى الخروج على أمر نبي الله ورفض دعوته إذن تحل اللعنة على قوم ثمود كما حلت على السابقين نسأل الله اللطف في قضائه وأن يخرجنا على خير من بين القوم الظالمين يا سادة ثمود ها قد رأيتم اليوم ما كان من صالح وعمله لقد برهن للناس كافة بأنه نبي مرسل من الله وأن الحق معه لا مع غيره ولقد عرفتم من قوله بأن ربه قد أمره بأن يسقى الناس يوما وتسقى الناقة في اليوم الثاني فما رأيكم في قول صالح وأمره؟ نحن لا نقبل أن يتأمر علينا صالح فمنذ متى نقبل نحن سادة ثمود؟ برأي يخالف ما نرى وأنا أوافقك الرأي فلن يكون لصالح الحكم فينا أبداً كي نأتمر بقوله وكأنه أوتي الملك الخوف كل الخوف بأن يتسيد صالح علينا غريب هذا القول منك يا رجل رغب أنك من قبيلته وعزتك من عزته بل أنا أكثركم خوفاً من أن يتسيد صالح علينا يا كبراء الحجر إن أمر صالح كله شر لنا نحن سادة ثمود ولابد أن ننحي هذا الشر جانباً ونكمل طريقنا سالمين وأنا أوافق الرجل في رأيه لا بد أن نفكر في أمر نزيح به صالحاً من طريقنا وأنا أيضاً أوافقكم الرأيه وما قولك أنت يا خلجان في هذا الشأن؟ أنا لا أوافقكم الرأيه فما أتى به صالح لهو الأمر العظيم وإنها لبينة لا يختلف عليها أحد فينا كما أنه لم يأمر بسوء فقوله أن يشرب الناس يوماً وتشرب الناقة يوماً شيء لا ضرر فيه ذلك لأنه قال إن حليبها سيكفي القوم وهذه آية أخرى إن حدثت فلا يجب علينا حينها سوى التصديق بنبوته وقبول أوامره ونواهيه ما الذي تقوله يا رجل؟ منذ متى ونحن نقبل بأن يتأمر علينا أحد حتى وإن ادعى بأنه مبلغ من السماء؟ هذا أمر لا جدال ولا تفاوض فيه هذا ما أقوله وسأظل أردده بينكم لا طاعة لصالح علينا وإن فتحت السماء أبواباً بيده ونزلت الملائكة تحارب من أجله يا سادة ثمود ها قد سمعت منكم جميعاً فاسمعوا أنتم مني إنكم تعلمون كما أعلم بأن صالحاً هو نبي من الله ولكننا نرفض نبوته حتى لا تسيد علينا وهذا نتفق كلنا عليه إلا أن رأس الأمر هو كيف نتعامل مع ما حدث وما أصبح أمراً واقعاً بين الناس لذا واجب علينا الحذر فلنرى ما الذي سيكون من ناقته في الأيام القادمة فإن ظلت آيته باقية هاودناه وإن حدث لها شر نحيناه فأنتم تعلمون قصص السابقين حينما أتتم آيات الله فكذبوا وأرجو أن لا تدور الدائرة علينا فنكون من الهالكين قول حسن يا أبا صخر فليكن ما قلت ولننتظر حتى نرى كل ما في جعبة صالح سأنتظر معكم ولكني يوماً ما كنت أقبل لأن أخضع لصالح وربه وسأكشف لكم كاذبه قريباً وسيأتي اليوم الذي ستشهدون فيه جميعاً على صدق قولي السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة حمد لله على سلامتك يا أبا عدنان سلمك الله يا زوجتي العزيزة وكيف حال نبي الله يا أحطب بخير والحمد لله سلام الله عليك حفظه الله لنا وسلمه من كل سوء هل أمرك بشيء يا أبا عدنان نعم يا ناجية أمرني بتفقد أحوال الناس والجار بالدعوة عسى أن يدخل الناس في دين الله أفواجاً وكيف رأيت الناس من بعد ما رأوا الحق من ربهم رأيتهم بين مصدق ومكذب مؤمن ومنافق باحث عن الحق وضال عن سبيل الله مضللاً لعباده أو ما زال هناك من يكذب بنبوءة نبي الله صالح؟ أين ذهبت عقولهم؟ هكذا هي أحوال الناس دائماً يا ناجية حتى وإن رأوا الحق كالشمس الصاطعة ولكننا أمرنا أن ندعو إلى الله ونرشد الناس إلى طريق الحق عسى أن نضيء قلباً أفظمه الشيطان أنا معك يا زوجي العزيز بدأ المنافقون ينشرون سمومهم بين الناس ما بين مكذب لصالح عليه السلام ومكذب لآيات الله البينات وكأن أعينهم قد عميت عن رؤية الحق المبين ظل المنافقون يسعون بين الناس بنشر الأكاذيب والفتن حتى ضاقت على المؤمنين سبلهم وخاف أصحاب الدعوة من بطش الناس بهم أولئك الناس الذين ملئت قلوبهم بالضغاء لصالح ومن اتبعه من المؤمنين فهكذا كان حال العوام في كل زمان ومكان قليل من المؤمنين وأغلب الناس من الجاهلين يا رجال يا رجال أخبروني يا رجال هل أنتم مصدقون حقا لآية صالح؟ وهل في ذلك الأمر شك يا ابن بلغوم؟ ألم ترى الناقة بأم عينيك؟ ها هي طرع كل يوم في مراعينا فكيف نكذب ما نراه بأعيننا يا رجل؟ ومن قال بأن هذه الناقة لم تكن موجودة من قبل؟ ألا يمكن أن يكون صالح؟ قد صحر أعيننا حينما أخرجها من الصخرة؟ أمجنون أنت يا رجل؟ إنك أنت من طلبت منه بأن يخرج ناقة عشراء من الصخرة وها قد فعل بل إنها قد آتت بفصيلها أمام أعيننا فكيف لك بهذا القول العجيب؟ أولا تعلمون بأن الجن تستمع للناس ثم تنقل النبأ من قوم إلى قوم؟ ماذا تقصد يا ابن بلغوم؟ لقد سخر صالح الجن ليستمع لقولنا ثم يبلغوه به ولما علم بأمر الناقة عد لها عداتها هل يستطيع صالح أن يسخر الجن حقا؟ يا قوم ثمود لقد خدعكم صالح بسحره فأخذ منكم مرعاكم وتسيد عليكم بأوامره وهذا بحق الآلهة لفساد عظيم لقد حان الوقت لكي تعلنوا عن غضبكم ورفضكم لولاية صالح عليكم فليدعنا وشأننا وإلا بعزة الآلهة لقتلنا نقطة حتى يشهد الناس جميعا على كذبه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لا قد دعا والمنافقين صداها بين الناس فراحوا يكذبون بالآيات بعدما شهدت عليهم أسماعهم وأبصارهم بما رأوا من الحق بل إن أكثرهم استجاب لدعوة المنافقين بتكذيب نبي الله صالح عليه السلام وبعد أن كانت ناقة الله ترعى في سلام آمنة لا تخشى كيد الكافرين بات الناس يحث بعضهم بعضا على التضييق عليها في المرعى وفي المشرط فما كان من المؤمنين سوى الدفاع عن ناقة الله وسقياها إلا أن شياطين الإنس والجن كانت قد استحكمت قبضتها على عقول العوام من الناس فكان لهم الغلبة بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا أبشرًا منا واحدًا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بين بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر صدق الله العظيم كيف حالك يا صدوق؟ كيف حالك أنت يا قدار؟ لم أرك منذ زمن بعيد منذ زواجي على ما أعتقد أنت تذكر إذن؟ تعرفين بأنني لم أنس يوماً يا صدوق هذا غير صحيح بل هو عين الحق إذن فلم تزوجت عليك؟ لأنك رفضت الزواج بي لم أرفض فقط أردت أن تقدم المهر الذي يليق بي بصدوق بنت محية ولكنك لم تفعل أردت أن أكون سيداً لثمود على الحارث بن صخر وهذا لم يكن متاحاً حينها حينها؟ إذن هل هو متاح الآن؟ ماذا تقصدين يا صدوق؟ أقصد ما فهمته يا قدار أم أنك لازلت لا تستطيع إحضار مهري؟ ولكن ولكن إنزال الحارث بن صخر من على جواده ليس بالأمر السهل ربما كان هذا في السابق أما الآن فقد أتت الفرصة إليك أتت الفرصة إلي؟ كيف؟ تعرف كما أعرف أن الحارث لم يستطع أن يقضي على فتنة صالح فإن فعلتها أنت كان لك الأمر والنهي بين سادة ثمود ما زلت على طبعك القديم يا صدوق وجه جميل وعقل أكثر جمالاً لك ما طلبتي يا فاتنة ثمود ما هي آخر الأخبار يا حارث؟ عن أي أخبار تسألين يا زوجتي؟ عن أخبار صالح يا رجل غريب أمرك أصبحت تهتمين لأمر صالح أولا يستحق الأمر يا حارث؟ ألا تشعر بخطورة صالح ودعوته؟ تتحدثين مثل العوام يا منيعة لا خطورة علينا نحن السادة الثمود فصالح أمره بأيدينا وأما دعوته فلا خوف منها فما زال الناس يتعبدون لآلهتنا ويسألونها الرزق لم يؤمن بصالح إلا القليل من ثمود إن أغلبهم لمن الضعفاء والرعاة وماذا إن آمن أكثر الناس به يا حارث؟ حينها يكون لنا معه شأن آخر أتنتظر حتى وقوع البلاء يا أبا صخر؟ أراك قلقة على غير عادتك ما الذي حدث؟ لقد رأيتها يا حارث رأيت الناقة بأم عيني رأيتها تسعى بين الناس وخلفها فصيلها إن فتنتها عظيمة وإن قوم ثمود قد يقعون في فتنتها في أي وقت ودون سابق إنذار إن هذا الأمر شائق يا قدار بل هو الحل الوحيد يا مصرع فإما قتل الناقة وإما القبول بسيادة صالح علينا ولكن قول الحارث كان ليس لي شأن بما يقوله هذا العجوز الهرم الذي لم يعد أهلا لسيادة ثمود بعد الآن ما هذا القول يا قدار؟ إن فيما تقوله لقطر عظيم فأنت تعلم العرف بيننا وأن الحارث بن صخر هو سيدنا بقبول كافة قبائل ثمود وأن الخروج عن هذا الشأن المتفق عليه يعني التمرد والتمرد حده في ثمود هو القتل كما تعلم أتخيفني بهذا القول يا مصرع؟ بل أنا حريص عليك يا صديقي لقد اكتفيت من تأمر الحارث علينا وسأعلنها قريبا بين القبائل بأنه لم يعد أهلا للسيادة ولكن قبل ذلك لابد من إنهاء فتنة صالح وقتل الناقة هذا هو سبيلنا للوصول إلى مبتغانة ولكن كيف نفعل ذلك ونحن قلة؟ هذا هو السؤال يا مصرع أما الإجابة فتجدها عندي لقد دبرت للأمر وتحدثت مع بعض شباب القبائل فمنهم من وافق ومنهم من أبى أما الذين وافقوا فهم سبعة غيرنا من خيرة شباب ثمود سبعة؟ ومن هم يا قدار؟ هم دعيم وهرم وداب وصواب ورياب ودعمي وهريم فضلا عني وعنك هكذا نكون تسعة من خير فرسان ثمود يبدو أنك قد دبرت كل شيء بعناية يا قدار أكل هذا من أجل صدوق بنتي محية؟ بل لأجل نفسي قبل كل شيء يا مصرع ثم لأجل آلهتي وقبيلتي أما صدوق فينحر في سبيلها بدلا من الناقة ألف ناقة لا أعرف إلى أين ستكون العاقبة إلا أنني معك في كل الأحوال نعم الصديق أنت يا مصرع إلى متى سيدوم هذا الأمر؟ عن أي شيء تتحدث يا رجل؟ عن أمر الناقة وسقياها كيف نمنع نحن أهل ثمود من السقيا طوال اليوم من أجل هذه الناقة الخرساء؟ ألي هذا الحد يتلاعب صالح بعقولنا؟ أوليس لنا حليبها طوال اليوم يا رجل؟ تباً لها ولحليبها إن الأمر أعظم من ذلك إننا نقبل الظل من أجل حليب ناقة صالح يا لهذا الذل إهدأ يا رجل وكفاك نحيباً أنت تعلم كما يعلم الناس بأن هذه هي ناقة الرب والاقتراب منها خطر عظيم أنا لا أؤمن برب صالح ولن أؤمن به أبداً صهن يا رجل ألا تخشى أن تحل عليك اللعنة؟ أو مصدق أنت لأكاذيب صالح؟ إنه قد صحر أعينكم أفيقوا يا قوم ثمود فلا تغضبوا آلهتكم وتتبعوا صالحاً أفيقوا وأصبحت الناقة رمزاً لرسالة صالح أصبحت رمزاً للتوحيد وكانت تشرب المياه الموجودة في الآبار في يوم لا يقترب فيه أحد من هذه المياه وحذر صالح قومه أن يمسوا الناقة بسوء أو إيذاء حتى لا يصيبهم العذاب وأن يتركوها تأكل في أرض الله راح أمر قتل الناقة ينتشر بين الناس فانكسر في قلوب المشركين رهبة الأمر وباتوا يتحدثون في أمر قتل الناقة في المشاع ووصلت الأخبار لنبي الله صالح عليه السلام فراح يدعو الناس لعبادة الله الواحد القهار وأن لا يتركوا أنفسهم لوساوس الشيطان حتى لا يحل غضب الله عز وجل عليهم كما حل على السابقين فما كان من الذين استكبروا إلا أن قالوا له وللذين آمنوا معه إنا بالذي آمنتم به كافرون ها قد اقتربت الساعة التي ننتظرها يا صدوق لقد أبليت بلاء حسنا يا قدار إن القوم جميعهم أصبحوا راضين عن قتل الناقة وإن قتلت الناقة قتلت دعوة صالح وحينها يعلو شأنك ويسقط شأن الحارث كل هذا من أجلك يا صدوق بل من أجلنا معا يا قدار فأنا أعرف طموحك جيدا وسعيك الدائمة لسيادة ثمود أما زلت تشكين في حب يا صدوق أما زلت أنت تشك في ذكائي يا قدار ألا تعرف من هي صدوق بنت محية؟ كيف لا وهي من تشغل تفكيري كل يوم والتي أحلم بأن تجمعني الآلهات بها فلا نتفرق بعد ذلك أبدا إذن فعجل بالأمر فأحوال الناس متقلبة فقد يبيت على رأي ويصبح على رأي آخر نحن لا ندري ما الذي يخبئه صالح لنا لا تحملي هما يا صدوق لا تحملي هما فوعزت الآلهة لأنحرننا قط صالح بيدي ولآتين بدمائها لتخني بها قدميك بسم الله الرحمن الرحيم وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ترجمة نانسي قنقر